عوائد السندات في منطقة اليورو تراجعت بشكل حار بعدما عزز رئيس المركزي الأوروبي ماريو دراجي التكهنات بأن السلطة النقدية في نهاية المطاف سوف تخفف سياستها عن طريق طباعة النقد في لغة أقوى من تلك المستخدمة في الماضي قال دراجي في الاجتماع السنوي لمحافظي البنوك المركزية في جاكسون هول إن البنك المركزي الأوروبي مستعد للرد بكل الوسائل المتاحة في سبيل خفض التضخم بدرجة أكبر مما رفع مستوى التكهنات بين المركزي الأوروبي قد يشع في خطة شراء الأصول على نطاق واسع والمعروفة باسم التيسير الكمي البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة في حزيران يونيو ولوح بإمكانية اللجوء إلى تدابير لضخ ما يصل إلى تريليون يورو في اقتصاد منطقة اليورو المتثاقل من خلال تقديم قروض رخيصة طويلة الأجل للبنوك